يوما بعد آخر تتعقد الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة وقوعها رهينة التجاذبات السياسية والمعالك الميدانية لكنها هذه المرة تدخل مرحلة جديدة من الصراع حول المساعدات الإنسانية ميدانها الموانئ البحرية الخارجية اليمنية أعلنت ترحيبها بنية منصقية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية التوجه لاستخدام موانئ أبديلة لإيصال المساعدات الإنسانية وأكد بيان الخارجية جاهزية ميناء عدن والمكلة والمنافذ البرية على حدود السعودية لإستقبال البضائع التجارية والواردات الإغاثية كانت الأمم المتحدة قد رفضت طلبا للتحالف العربي للإشراف الإنساني على ميناء الحديدة وهو ما جعل دول التحالف تعتزم بحسب ناطقها الرسمي اللواء أحمد عسيري الاستعداد لتحرير ميناء الحديدة بنظر مراقبين تبدو المعركة بين الشرعية والميليشيا حول ميناء الحديدة تسير لصالح الشرعية فتخل الأمم المتحدة عن ميناء الحديدة يزيد من تضييق الخناق على سلطة الانقلاب في ذات الوقت الذي يسهل الطرق أمام تحريره من قبل التحالف في ظل اقتناع دولي بخطورة بقاء الميناء تحت النفوذ الإيراني تحول طرق الإمدادات الإنسانية عبر موانئ ومنافذ واقعة تحت سيطرة الشرعية والتحالف سوف يضمن وفق بيان الخارجية اليمنية وصول المساعدات الإغاثية للمتضررين في كافة المحافظات اليمنية لكن هذا التحول بتقدير محللين يشكل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الأمم المتحدة والتحالف والشرعية في إنقاذ ملايين اليمنيين الواقعين تحت نير الحرب ولهب الجوع وقهر الخذلان